السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في منقشة الحلقة الثالثة من الموسم الاول من مسلسل حلقة وديعة تحت عنوان وده موضوع كما لاخبطني شوية لاني ما كنتش عارف مين اللي ممكن يكون وطبعا في قلب الابسود عرفنا مين مستمرين في شكل التغطية بتاعتنا اللي فيها منقشة بكلام مرسل بحرية حرقة فلو في حد ما شافش الحلقة افضل يقفل الحلقة دي ويبقى يرجع لها لما يشوف الحلقة لان عندنا شوية قراء علشان اوصلها تعبت بصراحة ما وصلت الهش بسهولة لاني بعد ما اتفرجت على الحلقة حسيت بعدم ارتياح وما كنتش عاوز اطلع اعبر عن عدم الارتياح ده من غير ما يكون عندي اسباب واضحة لي على الاقل اعرف اشرحها بصرف النظر عما ايه ده كانت مقنعة ولا لا بالذات قدام الناس اللي ممكن تكون عجبتهم الحلقة او انا ما بقولش ده الحلقة ما عجبتنيش ولكن بشكل واضح في تقديري الشخصي هي الاقل ما بين التلات حلقات اللي احنا شفناهم لحد دلوقتي مش عشان مشاكل موجودة فيها ولكن عشان فيها بعض القرارات الحد اللي بتدفع المشاهد للجدل انه بتدي اسأل نفسه هل اللي انا شفته ده كانت افضل طريقة لتناول الموضوع ده وي بدون اي جوائز او لو عاوز اكون صريح اكتر يمكن مع بعض الاحباطات في بعض الخطوط الحلقة بتاعتنا اولا بدأت بالانترو اللي احنا عارفينها ما لاحظتش تغيير في الانترو فمش عارف بصراحة موضوع الانترو ده وتحنتبنى وحندق فيه اكتر ولا حنسيبه على جنب بقى بس لسه برضو عندي حالة عدم ارتياح تجاه التضفق بتاع الدم ده واتمنى ما يطلعش دم في الاخرى تم انها تطلع اشتغالة يطلع مثلا البتاع الشمع بتاع الجوابات دوت ولا واين ولا اي حاجة مش عارف بصراحة ازاي ازاي تجرأوا على الصورة الصادمة دي عجباني الجرأة بس مش حابة بابص فيها كل مرة او على الاقل مرة كل اسبوع الاحداث بتاعتنا بدأت هو الحلقة دي اللي عندنا فيها كله خطين للاحداث لو حنستمر بالطريقة بتاعتنا بتاعت خطوط الاحداث الخط الاول هو عملية الصيد او رحلة الصيد بتاعت الملك ومتلاها بعد كده بعد الرجوع اللي هي حاجة سريعة يعني ولكن كان فيها اجمال ونتائج الرحلة المتقلبة بتاعت الصيد ديت والحدث التاني المهم هو الحرب بتاعت الستاب ستونز اللي شفنا المقدمات بتاعتها في نهاية الحلقة التانية لما كورليس راح لديمن وقال له احنا محتاجين نروح ونخلص الموضوع ده وانت تستعيد المجد بتاعك او تعلن المجد بتاعك على ميدان الحرب والحاجات دي كلها ودي نقطة اللي ابتدنا بها الحلقة في مشهد قبل القفزة الزمنية اللي الاحداث ضارت بيها وهي هجم الديمن بالتنين بتاعه عشان نكتشف انها مش حرب سهلة وان التنين بتاعه مش حيديله الافضلية المتوقعة وان الجيش بتاع التحالف الطلاثي والكراب فيدر عندهم خطة تجاه ده وعارفين كويس اوي لو حصل الهجوم من تنين حيتصرفه ازاي وكان فيه لقطة معبرة عجبتني جدا بتاعة الشخص الموالي للمملكة اللي كان بيتعرض للتعذيب وانه يتم اطعامه للسلطعونات وهو بيشتم الكراب فيدر وبيعتدي عليه جدا وبعدين لما بيشوف ديمان جي بيقول save me my prince او حاجة زي كده ولكن طبعا مهم دايما نفتكر ان الطموح بتاع اللاعبين في ملعب المملكة او الوصول لكرسي العرش مش مهتمين خالص بالناس مش مهتمين خالص بالرعاية بتاعتهم الفكرة بتاعتهم هي رسالة المجد حتى وان كان على ارض الواقع ما هواش مجد اوي هو مجرد انتصار علشان يسوأولوا كلام زي ده عجبتني اللقطة لي وبعد ما عرفنا ان المعركة معقدة وان دي من شخصيا تعرض للاصابة فيها نطينا تلات سنين ودي الصدمة الاولى وتعالوا اقول بشكل واضح بصرف النظر عما اذا كنا هنتفق ولا لأ انها نقل صادمة شوية كان في تسريب حصل مع راش اذا كان تسريب ولا اعلان للامانة بالقفزات الزمنية المتوقعة في كل حلقة في الموسم ده لانهايته وده شيء ما حبتش ان انا ادص عليه وما ركستش فيه مش عايز اعتمد عليه اعتقد ان من مهام المسلسل لو حيعمل قفزات زمنية احنا نتفاجئ بيها وبعد كده نشوف الرسالة اللي هو بيبعثها من خلال القفزة دي او طريقة عامله معها دراميا عشان يريحنا احنا كمشاهدين او يصدمنا كمشاهدين او يعمل فينا اللي هو وعاوزه كمشاهدين فالقفزات هتبقى كتير ولكن احنا بنتمسك بتلبيب امور في نهاية المرحلة اللي سبقتنا وبعدين بننتقل او بنطنا التكبير للمرحلة اللي بعدها فنلاقي ان احنا راعينا تفاصيل يمكن يكون المسلسل مش مهتم بيها يعني انا بيحضرني بشكل واضح في الحلقة اللي فاتت سبب تغيير الملك لقراره بانه يختار اليسنت كزوجة وكمالكة وقلت ان يمكن يكون الكواليس فيها حاجة وهنا انا يعني بلجأ بسرعة للي احنا متعودين عليه في جيموف ترونز ان ما فيش قرارات تفسيراتها سهلة دايما في حاجات في الكواليس دايما في حاجات في الخلفية وامور زي دي وكنت ممتظر ده ولكن بما اننا نطينا تلات سنين من بعد الحدث ده وبينها بنتكلم مع واقع جديد يبقى في الاغلب اللي حصل ده شكله كده ملوش لازمة لو المسلسل فاجئني ورجع استعاده ولعب عليه يبقى برافه جدا بس في المرحلة دي لأ حسس كده ان المسلسل بيقول لي انا كمشاهد اغسل ايدك بقى من التفاصيل الصغيرة ونط معايا وفي الحالة دي مش هتبقى احسن حاجة في الدنيا مش هبقى مبسوط قوي لان التفاصيل الصغيرة هي اجمل حاجة في الدراما بشكل عام المهم منطينا التلات سنين وصعب لنا احنا كمشاهدين نتوقع هو ايه اللي حصل في التلات سنين يعني العلاقة بتاعت رينيرا واليسنت حصل فيها ايه عشان توصل في الاخر بعد تلات سنين لنفس النقطة تقريبا اللي سبناها فيها لما رينيرا خرجت مأموسة وزعلانة من الجلسة بتاعت الملك تلات سنين ما حصلش اي حاجة لا دي حاول تقرب من دي ولا دي زعلت من دي ولا دي اي حاجة دي مأموسة والتانية بتحاول بشكل فيه جدرجة من درجات الوقار والحفاظ على الكبرياء وخلاص مش عارف حاجات تانية كتير بقى افكر فيها شخصيات اللي مظهروش رينيس والامور دي كلها علاقة الملك نفسه بقاليسنت عاملة ازاي لان كل اللي شفناه ابعاد رسمية قوي علاقة اوتو في التلات سنين دول بيبلوت لايه هل هو كان قاعد مستنين احنا كمشاهدين نرجع له بعد تلات سنين علشان يعلن بشكل واضح ان هو عاوز يدفع حفيده لان هو يكون الوريث بتاع العرش مع الخلاف مع ما تم اعلانه من قبل من الملك بان رينيرا هي الوريثة بتاع العرش نطة مش مريحة انا مقرر وواضح بالنسبة لي انها نطة مش مريحة ودي اللي بقول لكم عليها بعض المخاطرات وبعض الحاجات اللي ممكن ممكن متكونش مريحة للمشاهد وملهاش مكافآت على الجانب الاخر لان رحلة الصيد قدراميا جميلة بصراحة عدد الشخصيات اللي تم استعارضها فيها حلو جدا التقلبات والتغيرات اللي شهادتها طبيعة الملك نفسها كانت قوية جدا وجامدة جدا ولكن في النهاية لما نيجي نفكر على الجايزة هل حصل حاجة تخليني اقول لا عم يسيبك من الثلاث سنين للنطة والكلام ده لا بعد ما الحلقة اللي زمنها ساعة خلصت لسه فاكر كويس قوي ان انا في بداية الحلقة ما صدقتش ان الاحداث بتاعتنا نطة الثلاث سنين تعالوا ناخد الخط الاول اللي هو الخط بتاع رحلة الصيد والهدف منها هو الاحتفال بوصول الامير ايجون ابن الملك من الاسنت لعمر سنتين وهي حامل في طفلة اخر قادم في الطريق والعلاقة متوترة ما بين الثلاثي بتاعنا اللي هو الملك واليسنت ورينيرا اللي واخدالها جنبه بعد عن الامور ومتوسمة ان اللي حصل ده كله نتيجته في النهاية ان حيتم ابعادها عن انها تبقى وريثة العرش او الملكة القادمة وده موضوع خلاص تم ارسله بشكل واضح انه مهم بالناسبة رينيرا ما هيش مترفع عنه الفكرة مش فكرة بطولة وبس لا هي عايزة تكون الملكة القادمة وهي شايفة نضحقها اللي هي ما تعرفوش ان رحلة الصيد ديات المفروض انها كذلك رحلة البحث عن عريس والعريس اللي كان مرشح قدامنا او بمعنى ادقة احنا في الحلقة دي تمرنا بتلات عرسان العريس اللي احنا اكتشفنا على يده المخطط ده كله لانستراوي جيسون لانستر الاخ التوأم لتايلاند لانستر اللي موجود في البلاط بتاع الملك كذلك وطبعا شخصيته شخصية مغرورة قوي بالطباع اللانسترية اللي احنا عارفنا وان كان في بعض السداجة كده وهي بتعرف من خلاله ان فيه هدف من هذه الرحلة ان يتم اختيار عريس لها بتغضب جدا بتواجه الملك عجبني جدا ان المواجهة كانت على الملأ لان هي اللي بتفسر ليه الملك بعدها على طول لجأ لانه يشرب ويسكر لانه عرض نفسه الموقف ما كانش يحب انه هو يحصل بانه يبان ان فيه شرخ زي ده في العلاقة ما بينه ما بينها هي بتجري بيجري وراها اللي ممكن نقول انه هو في النهاية ممكن يكون عريس محتمل ولكن لم يتم طرحه حتى الان كريستون كول اللي بينصب نفسه كحارس لها من ساعة لما يخترته في الحلقة اللي فاتت بيبعده عن مصرح الاحداث الملك بيسكر وبيقول احلى كلام ده دايما بنقول مين الاداء التمثيلي اللي لفت نظري في الحلقة المرة دي في سيرس المرة دي الغضب بتاعه والجنان بتاعه العصادية بتاعته في التواصل مع جيسن لانستر في التواصل مع اوتو هاي تاور في التواصل مع لاينل سترونج عجبني ده عجبني ان احنا عدلنا الميزان بتاع الشخصية شويتين لاننا كلنا كنا بنوصفه بشكل مريح قوي في الحلقتين اللي فاتوا على انه ضعيف وهو مش بالضرورة ضعيف من اللي احنا شفناه المرة دي هو قد يكون مهموم باكتر من اللي اللي حواليه شايفينه وهو شايف في طبيعتهم اللي احنا حاسين انه هو غافل عنه لا هو ممكن يكون شايفه ممكن يكون مش مغفل ممكن يكون عارف اللي بيحصل حواليه وعنده جانب ممكن يكون شرس ولكنه مش مندفع ولكنه مش شراني عاوز يحافظ على حالة السلام اللي لقى فيها المملكة عاوز الامور تمر على خير ولذلك ما بيلجأش للصدام وبرضو في نفس الوقت شفتنا في الحلقة الاولى لما حصل الحدث القاسم بالنسبة له لا غير رأيه كان شرس وكان قاسم وكان حاد جدا في تغيير الوريث بتاعه فانا عجبني ده جدا في تفاصيل الشخصية وعجبني الحدث بتاع التقلبات العائلية اللي حصلت ما بينه وما بين رينيرا وما بين الاسنت وما بين اللي بيحصل جوه البلاط بتاعه بالتوازي معها اللي بيحصل في احداث العملية الصيد نفسها والرمزيات اللي ممكن عكسها على الحالتين لان الملك بتاعنا بياخد خبر احنا اللي بنتكلم على صعيد الصيد عملية الصيد بان فيه ايل ابيض وان دي حاجة بشارة هامة جدا لو تم استياضه في هذه الرحلة بالاحتفال مع الامير انها ممكن تكون علامة مهمة وبيحصل سعي جامد جدا للوصول للايل الابيض ده ولكن بيوصلوا في الاخر للايل عادي عملاق ولكن عادي المعاونين بتوع الملك بيمسكوه بيحاول يقتلوا بالحربة اللانسترية اول مرة بيخطئ وده شيء محرج شوية بالنسبة لحد في المكانة دي وتاني مرة بيصيب الهدف وبيقتله ده ممكن يكون اشارة للهو عبر عنه في نهاية الحلقة بعد كده من انه اللحظة فكر فعلا في انه هو يغير الوريث ولكن بعد كده تراضع عن القرار بتاعه خصوصا وان الاحداث بتاعة عملية الصيد نفسها بتدينا برضو نبوءة او بشارة او فورث شادوينج درامي لحقيقة الامور بصرف النظر عامة سيحدث فعلا بان على الجانب الاخر في الرحلة بتاع ترينيرا مع سير كريستون كول بتتهاجم من خنزير بري وبتقتله في تعبير برضو لتحقيق النبوءة بتاعتها بانها مش موجودة فقط علشان تتجوز وتتكاثر وتوطد العلاقات او قوة الحكم او قوة المملكة والامور دي كلها انها شخصية حقيقي شارسة حقيقي محاربة حقيقي من فرسان التنانين وخصوصا كمان بالمنظر اللي بترجع به بعد كده للمملكة او بترجع به للملك وهي جايبة معها الفريسة اللي هي استضيتها وغرقانة في الدم في مشهد بنشوفه بعد كده في نهاية الخط التاني وبرضو ده ممكن يكون فيه اشارة ولكن قبل العودة بتشوف الايل الابيض اللي بيرمز للاحقية بالعرش والبشارة المهمة هنا خلاص يعني اعتقد المسلسل بيقولنا بشكل واضح او بيؤكد لنا لو ما كناش متأكدين بالفعل انها الاحق ان لو في قدر في الاحداث ديت بيتلاعب بالامور فالاختيار وقع عليها هي بالفعل وبتختار انها ما تستدوش انها تبعدو يمكن للاحتفاظ بالمعلومة لنفسها فقط او نكاية في ابوها زي ما هو عبر برضو كذا مرة داخل الحلقة انها ممكن تعمل اي حاجة في الدنيا علشان تعند معايا وخلاص وعلاقته طبعا بالبنت مركبة ولكن برضو ان احنا نعدي بعد ثلاث سنين انا كل شوية حرج على موضوع القفزة ده لانه ما رايحنيش خالص بصراحة ونلاقي الدنيا زي ما هي ما تطورتش ما تغيرتش يعني قبل الثلاث سنين دول كان حصل بعد المحاولات للتواصل رأب الصدع زي ما بيقولوا في العلاقة ولكن اختياره الاليسنت من الواضح ان هو رسخ الشرخة اكتر واكتر داخل الاحداث اتعرفنا زي ما قلنا كده على العرسان المحتملين واللي موجودين عندنا على الترابيزة الجدل ان نقول اربعة ولكن عمليا هم تلاتة الاول هو لينور فاليرين ابن كورليس والاقتراح بتاعه بيجي من خلال لاينل سترونج احد المعاونين بتوع الملك مش عارف الرجل بتاع القانون المسؤول عن القانون والكلام دوت وتاني مرة بيقدم اقتراح لتوطيد العلاقة ما بين التراجيرينز وما بين الفاليرينز يبدو كده ان الرجل ده مجرد من الاطماع وان الهدف بتاعه فعلا هو مصلحة المملكة ولكن ان المرتين يمشوا في صالح نفس البيت مش عارف قاوي يعني سوى الرجل رجل جامد على فكرة لاينل سترونج ده طريقة الطرح بتاعت الرأي طريقة الرصانة بتاعته حتى على مستوى التكسيد والتمثيل ممتاز جدا ولينور فاليرين حد مهم جدا حنرجع له بعد كده وحنا بننتقد للخط التاني التاني هو جيسن لانستر اللي يبدو ان هو كان الاقتراح او الاختيار بتاع الملك لحظتي المفضلة ليه في الحلقة لما شاف رانيرا بعد كده وهي رجع وهي غرقانة في الدم التعبير على وشه بكل تأكيد في تأديري الشخصي وبعدين عندنا الاقتراح عارف انه هو سياسيا جميل وجامد وحاجات بالطريقة دي بس المسلسل برضو لازم يختار التوقيتات بتاعته في طرح الافكار اللي ممكن تكون صادمة للمشاهد لانه قوته هيطور بيقترح ايه جون الامير السغنون ابو سنتين والملك بيدحك على الاقتراح وان كنا عارفين احنا مش عبط يا جماعة عارفين كويس ان الفكرة بس ان هم يرتبطوا ببعض انه خلاص يبقى فيه وعد ان هو دوت اللي حيحصل لما يوصل للسن المناسب يحصل الارتباط اللي استغفر الله العظيم عندهم مش استغفر الله العظيم ولا حاجة والدنيا تمشي والامور دي كلها بس بالنسبة لنا احنا كمشاهدين واحنا لسه فيقين من الصدمة بتاعتلينا في الحلقة اللي فاتت ما تنزلش بي عشر سنين يعني احنا الحلقة اللي فاتتت صدمنا من ان العروسة المحتملة عندها 12 سنة المرة دي علشان نهدي الدنيا على المشاهد نقترح عريس عنده سنتين يعني اتصور ان احنا معانا مشاهد حصرية للعريس القادم اللي حنشوفه في الاحداث والعريس الرابع زي ما قلنا هو كريستون كول لو حاجة زي كده ممكن تحصل خصوصا وان الحكم كل مرة اقول الملك اقول الحكم خصوصا وان الملك بشكل واضح قال في الاخر انا اخطأت رينيرا هي الوريثة انا مش ناوي اغيرها لها هي شخصيا مش ناوي اغيرك وانتي لك الحق في انك تختار العريس بتاعك زي ما انا اخترت العروسة بتاعتي واللي يبدو انه هو القرار اللي احزنك كلام محترم وكلام جميل جدا ولكن خلونا فاكرين ان فيسيرس تحت الضغط تحت الغضب ممكن يغاير رأيه ممكن ياخد قرار في اتجاه مخالف اوتو لسه عمال يزق في الاجندة بتاعته الاسنت ما عجبتنيش في الحلقة دي حسيت ان هي كان عندها جانب تمردي كامن بينتصر للخطة بتاعتها هي شخصيا المرة دي كانت شكلها تابعة اكتر للمخططات والقرارات والرغبات بتاعت ابوها ودي مش اكتر حاجة عجبتني في الدنيا المهم الدنيا اتحركت كويس في بعض النقاط الجانبية برضو المثيرة للاهتمام في خط الاحداث دوت منها الحالة الصحية للملك انا قعدت كانوا صيعة قوي في انهم في البداية اظهروه هو لابس جوانتيات وقعدوا فترة قبل ما شفنا ايده فعلا وادركنا لان انا كنت عمالة رائبة عايز عرف الموضوع ده وصل لفين ان هو فقط سبعين بالفعل الحالة السيئة ولكن على مهلها يعني كل اللي حصل في ثلاث سنين سبعين يبقى لأ هو اه حالته الصحية بتأثر على قراراته بتخليه دايما يفكر في المستقبل ولكن ما هياش حاجة طريقة وملحة لدرجة ان هو محتاج يقلق عليها او احنا كمشاهدين محتاجين نقلق عليها سريعا المقطة التانية ما عرفش ازاي ممكن يكون في حد شاف الحلقة ديته وما فكرش في مقتل او في موت روبرت براثين في الموسم الاول في جيم اوف ترونز لانه مات في حدثة صيد مات بعد ما شرب نبيت مسموم او عرفنا بعد كده ولكن شرب نبيت سكر نزل في رحلة الصيد اتلوا وايلد بور اللي هو اللي هاجم رينيرا حادثة ملكية شويتين قد يكون الهدف منها لو المسلسل قصدها ان هو يشعرنا شوية بالقلق خصوصا في مشهد صيد الملك او قتل الملك للايل اللي كان مربوط ده انه في لحظة كان يتجنن والتاريخ يعيد نفسه بالعكس سبنا خط الاحداث بتاع عملية الصيد بما له وما عليه ونروح للخط بتاع الحرب اللي كان برضو شبحه بيخيم على الاحداث بتاع عملية الصيد او رحلة الصيد بان الحرب بنخسرها بان الحرب ده يتقامد بدون اذن من الملك ومع ذلك ما خدش قرار واضح تجاهها مطلوب من الملك ان هو يتدخل لو عاوز ينقذ الحرب دي ويكتب لها النجاح او يدعم اخوه بشكل او باخر فبيلتزم بشكل من اشكال الدعم وبعد كده بنسافر لهناك علشان نشوف الوضع عامل ازاي الوضع في حالة محبطة دايمن مش عارف يحقق اي تقدم في الحالة لينور ابن كورليس فاليرين شخصيته قوية ابن اللزين يعني تخيلت ان احنا هنشوف حاجة شبه لينا شخصية اه كانت عندها 12 سنة ولكن كان عندها وعي وكانت متربية وكانت فاهمة ان هي في مسئولية سياسية وامور زي دي كنت متخيل ان الولد ممكن يكون حاجة يعني مضحكة بالمقارنة مع الاقتراح اللي قبله اللي هو كان اي جون سر تسميت الحلقة ولكن الولد شرس يعني اولا عنده عقلية كويسة عنده تخطيط هايل الخطة بتاعته هي اللي بتنفذ بيعضف عامه شخصيا وبينتصر لديمن ان هو معدوش استعداد ان هو يخش ويخسر الحرب دي وبنكتشف كمان في المواجهة الاخيرة ان هو من فرسان التنانين وكان ليه دور واضح جدا في المعركة اللي بينتصر او اللي بيدفع الاحداث في الاتجاه بتاع الخطة بتاعت لينور هي رسالة الدعم اللي جاية من الملك اللي ديمن بيرفضها بشكل شرس جدا والرفض ده ممكن يبقى له تفسيرين يا اما انه مستهيفه يا اما انه هو رفض تماما انه في النهاية يفشل في المسعى بتاعه وما ينجحش فيه الا بمساعدة الملك وانا ميال اكتر للتفسير ده وبعد كده دخلنا في الخطة الخطة هي ان ديمن يحط نفسه كطعم علشان يخرج الناس اللي مستخبئة في الكهوف ديت لانه مش قادر يوصلهم بالتنين بتاعه وهم مداريين فيخرجوا فيحصل هجوم فالحرب يتم حاسمها وجرت الامور كما خطط لها في مشهد بدايته هندي شويتين انه هو وقف بالبتاعه بالراية وبعدين اتحرك وبعدين بدأ هو الضربة الاولى وبعدين ابتدوا يهجموه بالسهام كلها بتخطئ الهدف بتاعها الا في النهاية اللي كنت اخطأت تماما كنت حابق عندي مشكلة كبيرة اوي انه عندي مشكلة صغيرة انه اخد وقت كبير وعمل تقدم هايل لغاية لما في الاخر فشل ده ممكن يكون بيعكس برضو لحنا لازم نعرفه ان ديمن مش اي كلام ديمن فرز جبار يعني وزي ما قولنا الا حتة دايما بس المرة دي لما ظهره بقى للحيطة نفذ المخطط بتاعه نفذه بصيغة انتحارية كذلك وتكبت خسائر واصابات جسدية فيه هو شخصيا لغاية لما حصل اللي كان عاوزه والتنين دخلت في الصورة اخيرا بشكل مفيد وحسم الحرب بالتوجه لمعقل الكريب فيدر وقتله وقسمه نصين والخروج بحطة الزند بالفخدة كده حاجة ده موية حلوة كده برضو فكرتنا بايام العز شويتين المشكلة مع بداية الهجمة الشكل الهندي شوية المبالغ فيه اللي حصل وان احنا مشوفناش المواجهة اللي في الاخر دي كانت ممكن تبقى المواجهة الاولى الاستورية يعني انا كنت بقول من الحلقة اللي فاتت انا متحمس لاني اشوف اول مواجهة حربية في هاوس اوف دا دراجون وجدت يعني نقول ستة ونص من عشر على قد المواجهة دايت وفي النهاية شفنا الشكل بتاع ديما وهو مغطى بالدماء نفس الشكل اللي شفنا فيه رينيرا في نهاية الخط بتاعها فيه ربط مستمر في مصير الشخصيتين دول مع بعض وفي طبعتهم مع بعض ان هم عندهم ما يكفي من الفروسية والمخطرة والاندفاع والتهور والشراسة والقتال والتمكن وكل حاجة في الدنيا ان هم يكونوا يمكن برضو بنربط الدنيا على ان هم دول راسين الاحداث بتاعتنا من بدايتها لنهايتها ارجع واقول في تأدير الشخصي الحلقة الاقل فيها حاجات مش مريحة مش قليلة وما فيهاش مكافآت للمشاهد وفيها نهايات نقدر نقول عليها محبطة شوية لبعض الخطوط اللي تصورنا ان اهميتها ممكن تكون اكبر من كده بشوية وانا اقصد بالتحديد دا كراب فيدر ومع القفزات الزمنية لا استبعد ان يكون الخط دا تقفل ومش هنرجع له تاني زي ما حصل في الحلقة اللي فاتت وان كان لو لان انا مش فاكر القفزة بتاعت الحلقة اللي جاية هتحصل لو مش هتحصل ولما تحصل هتحصل قد ايه لان احنا عارفين من التريلر ان الشخصيات شكلها هيتغير هكبره قوي انا معارش المسلسل بيخطط لايه هل بيخطط ان هو ياخدنا كل السكة لغاية لما نبتدي نلمس في بدايات احداث جيموف ترونز اللي احنا عارفينها معرفش بس بالقفزات دي لو استمرنا العدد كبير من المواسم احنا كل اللي بنتكلم فيه حزبة كم سنة كتير اه بس يجوا يعني يتعبوا في الكم حلقة دول او في الكم موسم دول لو هيعمل كده تبقى فكرة حلوة بس اتمنى ان التعامل مع القفزات يكون احسن من كده شوية ويكون فيه اهتمام مش عايزة مش عايزة اقول انه فيه اهمال في التفاصيل عايزة اقول بس ان فيه ممكن يبقى فيه اهتمام اكبر شوية بالتفاصيل ده انطباعي ورأيه يهمني جدا اعرف انطبعاتكم ورأيكم الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجد لكم الحلقات اول باول تابعوني على فيس بوك تويتر ونيمو انستجرام وباي باي